متابعة لسلسلة اللقاءات والزيارات التي يقوم بها الدبلوماسيون الامريكيون الى المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بشاد تأتي زيارة القائمة باعمال السفارة الامريكية بالبلاد سعادة ايلان توربون الى المجلس بهذا الاطار بهدف توطيد العلاقات في المجال الديني بين الولايات المتحدة الامريكية والمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية خدمة للسلام والتنمية والمحافظة على وسطية وعتدال المنهج الاسلامي في شاد حيث تبادل الطرفان مختلف اوجه التعاون وتبادل الزيارات بين رجال الدين الاسلامي في البلدين سعادة ايلين توربون القائمة بعمل السفارة الامريكية اثنت على الدور الفعال للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في شاد خاصة دوره في مكافحة التطرف والارهاب وكذا مكافحة فيروس كورونا عبر التوعية في المساجد وتدريب الائمة لذلك الغرض اما رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية اضاف بقوله موضوح حديث الساعة عند العالم كله وهو السلم والسلامة اهم شيء تحدثنا فيه والوسائل التي تؤدي الى سلم المجتمع وسلامة والتعايش السلمي وما شابه ذلك تناولناها من ناحية التعليم ومن ناحية اتقامة الدورات التدريبية ان المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بجمهورية شاد يتمتع بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة الامريكية وخاصة مع المجلس الاسلامي الامريكي كير اشتركوا في القناة